الحمد لله قرّونا دكاترة خدينا شواهيد خدينا ديبلومات ولله الحمد فضل الله عز وجل بالنسبة الكيروباكتيك أو الأستيوباتي فكناعالج بهم جمعة دي المشاكل الصحية أما الحجامة ما نقدرش أننا نعالج بها الحجامة ما كتعالش لنجميع المشاكل الصحية أو لجميع المشاكل اللي كيعانوا منها عفوا الناس فالحجامة هي كنعاون بها العلاجات لكن با إكزامبل كيجي عندنا عندو مشكل في السيرفيكال أو لعندو لومبير أو لعندو سكوليوز اللي هو العوجاج دي العامود الفقاري أو لكيكون عندو با إكزامبل سياتيك فكنخدمولي بالكيرو وكنخدمولي حتى بالاستيوباتي فالحجامة هي كنعاون بها العلاجات واحد الملاحظة سبحانه العادي امتلاحظها بزاف في السوشال ميديا كاللقاو أن مجموعة دي الإعلانات دي المعالجين المختصين في الحجامة فالله يعاون كل واحد والله يسهل على كل واحد غير هو كاللقاو وحد النقطة ديال كاللقاو الحجامة وكاللقاو المصاج وكاللقاو الفوطة النارية كيديرو لها واحد التامان رمزي وكيسميوها باك فالناس إلا كانوا قارين على هاد الميتيو وقارين على هاد دومين فغير عرفوا أنها من الموانع ومن الممنوعات أننا نشركوهم في حصة واحدة لماذا؟ لأن مني كنديرو الشخص حجامة ممنوع نديرو ليه قبل المصاج لأن هادوك الأخلاط أو للشوائب أو هادوك الأسميتو اللي غادي نخرجو ليه فمني كنديرو ليه المصاج كيتخلطو ليه مع الدورة الدموية كذلك ومثال فمني كنديرو الفوطة النارية أصلا ممنوع منعا كليا أن الشخص بغير يدير الحجامة ممنوع منعا كليا أنه يكون عادة مشى الحمام وجيل عندنا فالفوطة النارية هي شبيهة بالحمام يعني يعني دورة الدموية فلا مام شوز كذلك ومثال بالنسبة للفوطة النارية هذه من جهة مسألة ديال طريقة ديال تشريط فعلى سبيل المثال كيجيوا عندي حالات اللي كتلقى أنه دير عام عامين الحجامة وما زال كتلقى سيكاتخيس ديال الحجامة الحجامة كما أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك العلاج في ثالث شربة عسل وشرطة محجم وكيتنار فالرسول صلى الله عليه وسلم حاشة ولله حاشة ولله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غاد يكون يعني لا يفقه في اللغة العربية فاشنو قال لنا قال شرطة محجم يعني خاص يكون شريط غير كنفسه الجل فكتلقى أنه واحد دير الحجامة عام عامين كتلقى ما زال سيكاتخيس فهذاك ما دارش ليه تشريط هذاك دار ليه عملية تكزارت هذا ما دارش ليه عملية ديال الحجامة لأنه ما سوفش شرط زائد نقطة أخرى أن الناس غالطين في هاد نقطة بزاف بأن الحجامة هي خروج الدم إياه خاص يخرج لنا الدم ولكن مش بدك المفهوم اللي كيف يفهمو الناس ذي العامية أن الحجامة خاص يعمروا لي الكيسان باش تسمع أنني درت الحجامة على سبيل المثال جاء عندي حالات مؤخرا جاء عندي واحد سيد درت لي الحجامة قل لي ودي موافقة نيش الحجامة ما موافقة نيش قلت لي كيفاش موافقة قل لي مخرش لي الدم بزاف فقلت لي على الزامة قل لي رفيت مشيت عند واحد سيد درت الحجامة ورأ عمر لي الكيسان أصلا دك السيد أنا قلت لي هود ديره وش فيه تدير الحجامة قل لي نعم لأن أنا لقيت واحد الحلات رأى لا إله إلا الله يعني حلات نيسة مشا عند قزار ما احترامتي إلا لكل واحد والله يسر لكل واحد فقلت لي راه الحجامة بديت كنشرح لي بالتفصيل عادة باش سيد استوعب وعادة باش فهم بأن راه الحجامة راه ماشي هي خروج الدم ولا مثلا الكترة ديال الدم أو للكترة ديال عدد الكؤوس ديال الحجامة فممكن أنني المرأة ديال الجا عندي بغي يدير الحجامة ممكن دير لي غير ثلاثة الكيسان كافي زائد واحد النقطة اللي هي مهمة أو تاني ماشي أي واحد من قدره ندير لي حجامة كيني الناس وكيني الحالات لممنوع منعا كليا أن ندير ليهم الحجامة ممنوع منعا كليا أن نديرهم الحجامة لديهم مشكلة في السيرفيكال أو لديهم كيف ما ذكرت في السياتيك أو لديهم مشكلة في الكولون في الطيبال يعني العمود الفقاري فهذا القاعة هي اللي كنت نخدم فيها لدي الجوج باياصات لدي واحد منويل وعندي واحد إلكتريك بالنسبة للمواد التعقيم الحمد لله كينين كين العالكول كين المستوري يعني ميديكال عندنا الليجون يعني البيطادين يعني أدوات لي هي معقمة الحمد لله باش مني كنسالي والباسيون أو المريض كنسالي كنعقمولي ضروري التعقيم ثم التعقيم ثم التعقيم والحمد لله كنخدم بأدوات لي هي طبيعية بحل على سبيل المثال الكيسان دي الحجامة كنخدم بكؤوس يعني هي نحاسية كنخدم بكؤوس خشبية هي البامبو أدوات دي المصاج اللي هيتها هي مانيال زيوت اللي تنخدم بها هي زيوت طبيعية مئة في المئة يعني كن الحمد لله ولله الحمد كيف مدرسون الأساسي ده وكيف ما علمونا لا الأدوات اللي كنخدم بهم ولا التعقيم ولا كل ما كيشمل الحمد لله لاني هدي علاج طبق مايمكنش أنني غن غنخدم بشي حاجة اللي هي خارجة على القانون دي الخدمة اللي بغي يجي مرحبا وآلف مرحبا بي احنا حاليا نكن تواجدوا صدر حال بنسعدون بالنسبة للناس اللي كيديروا الحجامة بالعشوائية يلا يهديهم ثم الله يهديهم ثم الله يهديهم تقنوا الميتي ديالكم لأن هاد الميتي هاد فتخروا بها وعليوا راسكم فيها ضبط الأمور ديالك نهار غد ضبط الأمور ديالك انت خدم وانت مرتاح وانت عالي راسك